إذن مشاهدين الكرام ما زلنا حضراتكم في أشياء المحلي حيث صرح الفريق سامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الجمعة رقما قياسيا جديدا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وذلك بعبور 72 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمال حمولات صافية قدرها 5 ملايين و300 ألف طم وهي خامس وأعلى حمولة صافية يوميا في تاريخ القناة والأعلى حمولة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد محققة أعلى إراد يومي منذ الجائحة قدره 24 مليون و700 ألف دولار بلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 37 سفينة بحمولات صافية تقدر بمليونين و800 ألف طم فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة دون انتظار 35 سفينة بإجمالية حمولات صافية مليونين ونصف طم هذا وأكد الفريق ربيع أيضا في ذات السياق على أن عفواً الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة اليومية في القناة رغم التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي باعتبارها أقصر وأسرع الطرق الملاحية والاختيار الأول والأكثر أمانا لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب مشيرا إلى استعداد قناة السويس للتعامل مع كافة المتغيرات العالمية التي تشهدها صناعة النقل البحري بفضل مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة والسياسات التسويقية المرنة والخدمات الملاحية المتطورة المقدمة للعملاء